بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدرس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ولا شيء مثله اتفق أهل السنة كتاب عقيدة شرح العقيدة الطحاوية قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ولا شيء مثله اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الله وعلى آله وعلى آله وعلى آله أقوله ولا شيء إلا شيء مثل الله جلا وعلا نشده على سبحانه وتعالى قال الله جلا وعلا فحصا سبحانه وتعالى كالملوه ونحن نقص في الناس من أجل تقلقًا وواقنا حيث على أغلبتك للسلطات لا يخبر drums لأننا سلطات من تريق سلطان المصار المعنى واحد فيها ولكن الكيفية تختلف فكيفية أسماء الله وصفاته تختلف عن كيفية أسماء المخلوقين وصفاتهم وإن اشتركت في الاسم والمعنى فهي تختلف في الحقيقة فالله جل وعلا لا يشبهه أحد ليس كمثله ليس كمثله شيء شيء أي شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى وهو السميع البصير فدل على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه كما يقوله المعتزل وأغرابهم لا يقتضي التشبيه فالله له أسماء وصفات تخصه وتليق به أنا شبهة في ذلك نفع عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر نعم اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله نعم الله ليس كمثله شيء مطلق لا في ذاته سبحانه وتعالى ولا في أسمائه وصفاته فهو جل وعلا لا يشبهه أحد كائنا من كان هذا رد على الذين يقولون أن إثبات الأسماء والصفات لله يقتضي التشبيه نقول لا ما يقتضي التشبيه حتى في الحيوانات وإن اشتركت في بعض المعاني فهي لا تشتبه من جهة الحقيقة حتى في المخلوقات فليست الذرة مثل الفيل وإن اشتركت أن لها سمعا وأن لها بصرا وأن لها إدراكا لا تشابه بين المخلوقين حتى فكيف بالخالق مع المخلوقين نعم ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تبارك وتعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات لفظ التشبيه اختلف فيه أهل السنة والجماعة مع الفرق الضالة الفرق الضالة يقولون إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه لأن هذه الأسماء والصفات في المخلوقات أيضا فنقول لا وإن كانت في المخلوقات فيتليق بالمخلوقات وأما أسماء الله والصفات فيتليق به سبحانه وتعالى لا تشابه بذلك كما يقولون ولهذا في آية واحدة نفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر ليس كمثله شيء وهو السمع البصير وهو السمع البصير هذه الآية فيها رد بليغ عليهم أن يثبات الأسماء والصفات لا يقتضي المثلية بينه وبين خلقه ولا التشابه بينه وبين خلقه الآية واضحة جدا وهي نور من الله سبحانه وتعالى نعم وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تبارك وتعالى لا يصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء أي شيء لا يشبه الله سبحانه وتعالى نعم ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة نعم مثل داود الجواربي وغيره الذين يشبهون الله بخلقه ويقولون أسماء الله صفاته تشبه صفات المخلوقين وأسمائهم ونقول لا هذا كلام باطل لا تشبه هؤلاء هم الممثلة والثانين المعطلة 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 الذين قالوا إن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه فنفو الأسماء والصفات عن الله فرارا لزعمهم من التشبيه نقول لا لا تشابه بين الصفات الخالق وصفات المخلوقين وإن اشتركت في الإسم سمع في الله سمع في المخلوق بصر الله بصر في المخلوق اشتركت في الإسم واشتركت في المعنى أيضا ولكن الحقيقة والكيفية الحقيقة والكيفية مختلفة تماما نعم ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير رد على النفات المعطلة هذه الآية ردت على الطائفتين اللالتين الممثلة المشبهة والمعطلة نعم فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم نعم ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم نعم لأن النصارى شبه الله بخلقه ونسبوا له الولد قالت النصارى المسيح ابن الله والولد يشبه الوالد فشبه الله بخلقه بقوله المسيح ابن الله هذا يقتضي التشبيه لأن الولد يشبه الوالد والله لا شبيه له ولا ولد له وإنما المسيح عبد الله ورسوله ورسوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائي يعني النسيح عليه السلام نعم ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة وهذا التشبيه الذي نفوه باطل لأنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق فهذا رد على المعطلة الذين يقولون لو أثبتنا الأسماء والصفات لله شبهناه بالمخلوق قل هذا كلام باطل لا تشابه بين الله في ذاته مع خلقه ولا تشابه بين الله في أسمائه وصفاته مع خلقه أيضا نعم ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة لأن العبد موصوف بهذه الصفات هذا كلام المعتزل وأمثالهم من المعطلة نعم ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير لأن العبد يسمى بهذه الأسماء لأن العبد حي عليم قدير له قدرة ما يلزم من كون المخلوق له صفات والخالق له صفات لأن صفات المخلوق تليق به بالمخلوق صفات الخالق تليق بالخالق سبحانه وتعالى هذه شبهة داحظة باطلة نعم ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير لأن العبد يسمى بهذه الأسماء وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك نعم هذا دحظ لقولهم المخلوق يقال له حي قدير وسميع بصير والخالق كذلك يقال أن الله حي سبحانه الله لا إله إلا هو الحي حي القيوم يوصف بأنه حي سبحانه ويوصف بأن له أسماء وصفات ولا تشابه بين ما للمخلوق وما للخالق نعم وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير وهذا من الرد عليهم أنهم لا يمكن إلا أن يقولوا إن الله حي إن الله حي إن الله عليم إن الله قدير لا بد يقولون هذا نقول هذا أيضا موجود في المخلوق وإذن نقول صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق وإن اشتركت في الإسم أو اشتركت في المعنى وهي لا تشترك في الحقيقة نعم وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير ولا يقال هذا تشبيه يجب نفير هذا يلزام لهم بما يعترفون به نعم وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ما دل عليه الكتاب والقرآن القرآن مملوء من أسماء الله وصفاته ودلت عليه السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مملوئة من أسماء الله وصفاته ولا أحد قال إن هذا تشبيه من أهل العقول النيرة وأهل البصائر ما أحد قال هذا وهذا شيء جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة هو صريح العقل ولا يخالف فيه عاقل لا يخالف فيه عاقل إذا كان عقله صريحا سليما أما إذا كان عقله ليس صريحا ولا سليما فيه لوثات قد يستنكر ما ينسب إلى الله عز وجل وهذا لا عبرة به نعم فإن الله سبحانه سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها نعم مثل السمع والبصر الله سميع والمخلوق سميع الله بصير والمخلوق بصير هكذا سائل الأسماء والصفاء فهي موجودة في الخالق وموجودة في المخلوق ولكن لا تتشابه نعم فإن الله سبحانه سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعض صفاته قلقة نعم وليس المسمى كالمسماء وابح نعم فسمى نفسه حياً عليماً قديراً رؤوفاً رحيماً عزيزاً حكيماً سميعاً بصيراً ملكاً مؤمناً جباراً متكبراً وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال يخرج الحيا من الميت فالمخلوق حي يخرج الحيا من الميت يخرج المسلم من الكافر المسلم حي والكافر ميت موتاً معنوياً موتاً معنوياً يخرج البيضة من الدجاجة البيضة ميتة والدجاجة حية نعم الملائكة بشرت إبراهيم عليه السلام بغلام عليم وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام عليم وبشروه بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام فالحليم هو إسماعيل والعليم هو إسحاق والله جل وعلا عليم حليم أيضا ولا تشابه بين هذا وقوله فبشرناه بغلام حليم بشرناه يعني إبراهيم بواسطة الملائكة بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام وهو أكبر أولاده أكبر أولاده إسماعيل وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم وصف المخلوق بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم أريس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام الله رؤوف رحيم هل الرسول يشبه الله تعالى الله عن ذلك لا نعم وقوله فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبتة لي فجعلناه يعني الإنسان سميعا بصيرا والله سميعا بصير نعم وقوله قالت امرأة العزيز قالت امرأة العزيز المخلوق يقال له العزيز والله يقال له العزيز ولا تشاب بين العزيز والعزيز نعم وقوله وكان وراءهم ملك ملك الله ملك والمخلوق يقال في حقه إنه ملك ولا تشاب بين الملك والملك نعم وقوله أفمن كان مؤمنا أفمن كان مؤمنا الله مؤمن كما في أسماء المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن فالله سمى نفسه بأنه مؤمن وسمى العبد بأنه مؤمن ولا تشاب بين المؤمن والمؤمن وقوله كذلك يطبع الله ومعنى أن الله مؤمن يؤمن عباده سبحانه وتعالى يؤمنهم ويصدقهم ما أنت بمؤمن إلا ناء يعني بمصدقنا ولو كنا صادقين فالله يقال له مؤمن والعبد يقال له مؤمن نعم ولا تشاب بين هذا وهذا نعم وقوله كذلك يطبع الله على كل قلبي متكبر جبار متكبر الله يوصى بأنه متكبر ويوصى بأنه جبار سبحانه جبار السماوات والأرض جباروت يليق به ما هو مثل جباروت المخلوق الضعيف ولا تشاب بين هذا وهذا نعم ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحية ولا العليم العليمة ولا العزيز العزيز وكذلك سائر الأسماع ولا الجبار الجبار ولا إلى آخر سائر الأسماع والصفات على هذا نعم وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه لا وصل نفسه بالعلم ولا يحيطون المخلوق لا يحيط بعلم الخالق فالله جل وعلا علمه محيط بكل شيء أما المخلوق علمه محدود علم المخلوق محدود أما علم الله جل وعلا فهو غير محدود لا تشاب بين العلم والعلم نعم وقوله أنزله بعلمه أنزله بعلمه أنزل القرآن يعني بعلمه فأثبت له العلم سبحانه وتعالى نعم وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه تحمل من أنثى سواء من الآدميين أو من غير الآدميين كل الإناث تحمل بعلم الله جل وعلا وتضع بعلمه سبحانه وتعالى نعم وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق والمخلوق يقال له رزاق بقدر ما يستطيع ولا تشابه ذو القوة المخلوق يقال له قوة أيضا والله له قوة ولا تشابه بين القوتين المتين كذلك من أسماء الله المتين فولا المخلوق يقال له هذا الشيء متين لا تشابه بين هذا وهذا يعني وإن اشتركت في اللفظ فهي لا تشترك في الحقيقة نعم وقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة الذي خلقهم بات الخلق لله عز وجل يعني أوجدهم من العدم هو أشد منهم قوة لما قالت لما قال قوم هود هم قبيلة عاد من أشد منا قوة لما خوفهم نبي الله هود عليه السلام من عذاب الله وأخذه قالوا من أشد مننا قوة لأن لهم اجسام كبار غلاض وأقوية وظنوا أنهم ماهنحد أقوى منهم الذي خلقهم أشد منهم قوة قوتهم ماهن منهم هم من الله جل وعلا ولذلك سلط الله عليهم أبسط شيء وهي الريح الريح يتشاف الريح بسيطة ومع هذا على قوتهم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقع شيل الآدم من قوم عاد إلى الجو ثم تنكسه على رأسه تدق عنقه كأعجاز نخل شف نخل طوال أجسامهم غريبة ومع هذا ما ثبت أمام الريح أمام الريح التي سلطها الله عليهم ترفعهم إلى عنان السماء ثم تنكسهم على رؤوسهم كأعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول الاستخارة هي طلب الخير خير الأمرين إنسان متردد يسافر أو ما يسافر يتزوج أو ما يتزوج يشري كذا أو ما يشري تردد بين أمرين ويش يعمل يصلي صلاة الاستخارة ويطلب من الله أن يختار له ما فيه المصلحة يطلب من الله ذلك تصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر اللهم إن كان هذا الأمر يسميه يسمي الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فيسره لي وبارك لي فيه وإن كان فيه ضرر أو ما أشبه ذلك أصرفه عني وأصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث ما كان نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا همى أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به قال ويسمي حاجته رواه البخاري احفظوا هذا الحديث هذا حديث الاستخارة احفظوها لأجلي إذا ترددتم في أمر أن تصلوا ركعتين ثم تدعو بهذا الدعاء هذا ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته نعم وفي حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم بعلمك الغير وقدرتك على الخلق أحيئني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفج القصد يعني عدم الإسراف عدم الإسراف والتبذير للمال نعم وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلناه ذات مهتدين دعاء عظيم جامع لخير الدنيا والآخرة تتعلمه وتدعو ربك به نعم فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة نعم أن الله له علم وله قدرة وله قوة والمخلوق كذلك له علم وله قدرة وله قوة ولكن لا تشبه صفات المخلوق صفات الخالق سبحانه وتعالى وإن اشتركت في الإسم والمعنى فهي تفترق في الحقيقة والكيفية نعم فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة وقال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة أين خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة مخلوق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى فالله وصف المخلوق بأن له قوة والله هو القوي هو القوي سبحانه وتعالى نعم وقال تعالى وإنه لذو علم لما علمناه وإنه لذو علم لما علمناه فوصف المخلوق بأنه ذو علم والله ذو علم ولا مشابهة بين علم الله وعلم المخلوق نعم ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة ونضائر هذا كثيرا وهذا لازم لجميع العقلاء فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب فإن من فإن من نفى صفة من صفاته صفات الله يعني نعم فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم يعني إثبات هذه الأشياء يستلزم التشبيه والتجسيم قيل له فأنت تثبت لفظ التجسيم هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة لم يرد في الكتاب ولا في السنة لفظ التجسيم نعم فقيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين مع أن ما وصفت الله به موصوح به المخلوق فهل تقول أن هذا تشبيه؟ لا لأن صفات الله تليق بالله الصفات المخلوق تليق بالمخلوق تشابها بينهما نعم قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته إذ لا فرق بينهما نعم هالقاعدة أن أسماء الله وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين سر على هالقاعدة وتستريح ويزول عنك الإشكال يتضح لك الحق هذه عقيدة السلف الصالح عقيدة واضحة سليمة نعم هذه عقيدة أهل السنة والجماعة نعم سعين قال أهل السنة والجماعة ما حصل عندهم إشكال أبدا يسيرون على خط مستقيم وعلى هدى من الكتاب والسنة ما حصل عندهم أي إشكال ولا توقفوا في شيء إنما الفرق الضالة هي التي توقفت وتشككت وصارت في حيرة واضطربت نعم الواجب التسليم لله ولرسوله عدم الاعتراض وإن لم يظهر لك المعنى تسلم نعم فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فإن قال فإن قال المخالف أنا لا أثبت شيئا من الصفات نعم فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير والعبد يسمى بهذه الأسماء وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه نعم التجم بهذا الخط الواضح تسلم من هذه الشبهات وهذه ترهات والأباطيل والحيرة والاضطراب نعم فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود الباطنية الذي يقولون إن للنصوص ظاهرا وباطنا إن لها ظاهرا هذا ما نبيه ولها باطن هذا هو الذي نثبته هذا لا يسمون الباطنية نعم كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة قيل له المتفلسفة الفلسفة في الأصل هي الحكمة فيلسوف يعني حكيم هذا عصر الفلسفة نعم قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له نعم معلوم بصريح العقل معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عن ما سواه وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه والحادث والواجب بنفسه هو الله سبحانه وتعالى نعم والحادث لا يكون إلا بقديم والمخلوق لا يكون إلا بخالق والفقير لا يكون المخلوق لا يكون إلا بخالق قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون نعم فهذه المخلوقات هل هي أوجدت نفسها ما أحد يقول أنها أوجدت نفسها لأنها معدومة والمعدوم لا يوجد نفسها لا بد أن أحدا أوجدها وهو الله سبحانه وتعالى نعم والمخلوق لا يكون إلا بخالق والفقير لا يكون إلا بغني عنه فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عن ما سواه وما سواه بخلاف ذلك نعم يلزم هذا يلزم هذا للعقلاء وأما غير العقلاء فلا فائدة من مخاطبته نعم فقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن أحدهما قديم والآخر حادث أحدهما غني والآخر فقيط أحدهما خالق والآخر مخلوق وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا نعم ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه وإنما هو موجود بغيره له موجد نعم وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم نعم ليس بواجب القدم موجودا بنفسه يعني يصيب تناقض واجب القدم ليس بواجب القدم تناقض هذا نعم موجودا بنفسه غير موجود بنفسه خالقا ليس بخالق غنيا غير غني فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما فعلم أن تماثلهما منتفن بصريح العقل كما هو منتفن بنصوص الشرع نعم ينتفي تماثل بين الخالق والمخلوق بجميع الأشياء الخالق لا يشبهه المخلوق نعم فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل والله أعلم نعم وذلك لأنهما وإن اتفقا فيه مسمى ما اتفقا فيه انتبهوا هذه المسألة التي تبين لكم الطريق فإنهم فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل والله أعلم وذلك لأنهما وإن اتفقا فيه مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته والعبد لا يشركه في شيء من ذلك والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته والله سبحانه منزه عن مشاركة العبد في خصائصه نعم هناك فرق بين الخالق والمخلوق نعم وإذا اتفقا فيه مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد نعم الله موجود والمخلوق موجود ولكن الله جل وعلا الله جل وعلا لا يشبه وجوده لا يشبه وجود المخلوق لأن وجود المخلوق حادث ووجود الخالق أزلي سبحانه وتعالى فلا تشابه بين الموجود والموجود نعم وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد وطائفة ضنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه ولكن يقال كوكب المشتري من المشتري من 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 السبعة من السبعة الموجودة في الكون المشتري وزحل وغيره والشمس والقمر سبعة السيارة النجوم السبعة السيارة يقال له نعم واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب هذا لفظ المشتري يطلق على الكوكب مشتري يقال له المشتري والمبتاع ليشري السلعة ولا تشابه بينهما بين المشتري والمشتري نعم الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة نعم ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا نعم والمال هذه المقالات يقال على المشتري يقال على المشتري مشتري السلعة ويقال على الكوكب أحد الكواكب السبعة السيارة المشتري زحل شرى من ريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار هذه الكواكب السبعة بهذا البيت نعم ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا وأمثال هذه المقالات التي قد وسط الكلام عليها في موضعه هذا ناقله الشارح من كلام شخ الإسلام بن تيمية ناقله الشارح من تلاميذ بن كثير الشارح ابن أبي العز من تلاميذ بن كثير وبن كثير من تلاميذ شخ الإسلام بن تيمية نعم وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين وليس كذلك فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا لا يوجد إلا معينا مختصا وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به سبحانه فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره فكيف بوجود الخالق ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين نعم وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا وأن المعطلة المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه والمعطلة الذين ينفون عن الله جل وعلا فهم على طرفين قيض هؤلاء غلوا في الإثبات وهم المشبهة وهؤلاء غلوا في التنزيه وهم المعطلة نعم وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ظلوا وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيعة وهو الحق المعتدل الذي لن حراف فيه نعم فالنفات أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر نعم والمشبهة أحسنوا فيه كل من المشبهة والمعطلة معه شيء من الحق ومعه شيء من الباطل يجب الفرق بين هذا وهذا نعم والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه نعم وأعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط حتى في أول تعليم معاني الكلام في تعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيانة واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن فيقال له لبن خبز أم أب سماء أرض شمس قمر ماء ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراده أن ناطق به وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها وكلم علم آدم الأسماء كلها قيل لهذا شمس وهذا قمر وهذا نجم وهذا جبل وهذا إلى آخره الله علم آدم الأسماء كلها كل شيء قال له هذا كذا وذا كذا وذا كذا معرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء الله يقول للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءه فلما أنبأهم بأسمائهم الله جل وعلا علم آدم وآدم أجاب بما علمه الله عز وجل نعم وليس أحد وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل نعم فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه ولا يعرف باللفظ ابتداء ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه فإذا وجده وشير له إليه وعرف أن اسمه كذا والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت جائع فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكها بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معاني مفرده فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله وإما أن لا يكون كذلك فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة لأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفرده ومعنى التركيب فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأوصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك فهم المخاطب بما أدركه بحسه وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي نناولها حتى يفهم بها المراد بتلك الألفاظ بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة فلابد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أموراً لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر وكذلك لما أخبرنا بأمور الصلاة في اللغة ها الدعاء وأما في الشرع الصلاة هي أقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هذه الصلاة الصيام هو الامساك عن الطعام وعن الشراب من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذا في الشرع هذا الصيام في الشرع أما الصيام في اللغة فهو الامساك عن الشيء عن الكلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا المراد بالصيام هنا السكوت وعدم الكلام وأيضا الصيام يطلق على عدم المشي على عدم المشي فالامساك هو الصيام عن عن أي شيء يسمى صيام لغة وأما الصيام في الشرع لا فلاهو حقيقة أخرى شرعية لأن الحقائق ثلاث إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية هذه الحقائق نعم وكذلك لما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها وقارن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي كما قال ربيعة حسهم ابن أبي عبد الرحمن الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم نعم وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم كأخبارهم بأن الريحة أهلكت عادا فإن عادا من جنسهم والريحة من جنس ريحهم وإن كانت أشد وكذلك غرقوا فرعون في البحر وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا كما قال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه لكن في مفرداتهم من بعض الوجوه كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلابد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم فإن كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة فينبغي أن تعرف هذه الدرجات أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة وثانيها عقله لمعانيها الكلية وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينها وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم وإن لم يكن مثلها بيّن ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط قوله رحمه الله ولا شيء يعجزه نعم قوله ولا شيء يعجزه أي لكمال قدرته قال تعالى لا شيء يعجزه يعجزه الله عز وجل لا شيء يعجزه الله الله على كل شيء قدير لا شيء يعجزه سبحانه نعم أي لكمال قدرته قال سبحانه إن الله على كل شيء قدير نعم وقال سبحانه على كل شيء قدير على كل شيء قدير وأما قوله وهو على جمعهم إذا يشاءوا قدير هذه آية خاصة جمع أهل السماوات وأهل الأرض يوم القيامة الله قادر على أن يجمع أهل السماوات وأهل الأرض في المحشر يوم القيامة وهو على جمعهم إذا يشاءوا قدير نعم وقال تعالى لا يقال الله على ما يشاء قدير بل يقال الله على كل شيء قدير نعم وقال تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا على كل شيء قدير على كل شيء مقتدرا المعنى واحد نعم وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدرا إنه كان عليما قديرا هذا هو السبب أنه عليم قدير فلا يعجزه شيء للسماوات ولا في الأرض عليم قدير سبحانه وتعالى وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض لا يكون الإنسان عليم لكنه ليس قديرا أو يكون قدير لكنه ليس عليما أما الله جل وعلا فإنه عليم قدير وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قوله ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه نعم وسع كرسيه كرسي هذا الكرسي وهو موضع القدمين فكيف بالعرش؟ العرش أعظم من الكرسي نعم ولا يثقله ولا يعجزه فهذا النفي لثبوت كمال ضده وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده نعم كقوله سبحانه لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله نعم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقوله وما مسنا من لغوب لكمال قدرته واللغوب هو التعب خلق الله السماوات والأرض ولم يتعب سبحانه وتعالى ردا على اليهود الذين يقولون إن الله استراح يوم السبت تعب إن الله تعب واستراح يوم السبت تعالى الله عن ما يقولون رد الله عليهم بقوله وما مسنا من لغوب نعم وقوله وما مسنا من لغوب لكمال قدرته وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه لا تدركه الأبصار يعني لا تخيط به ليس هذا نفي للرؤية رؤية ثابتة رؤية المؤمنين لربهم إنما هذا نفي للإحاطة فهي وإن رأته فإنها لا تدركه فأنت ترى الشمس ولكن لا تخيط بها ما تستطيع تخيط بالشمس وإن رأيتها نعم ولهذا وقوله لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردري نعم كأنه مدح هو ذم هذا الذم بما يشبه المدح تقولون هذا الذم بما يشبه المدح قبيلة لا يغدرون بذمة هذا ظهر أنه مدح ولا يظلمون الناس حبة خردري هذا ظهر أنه مدح وهو ذم أنهم لا يدفعون عن أنفسهم نعم ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردري لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة علم أن المراد عزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم أبيل تصغير تصغير تحقير لأن التصغير يراج به أحيانا التحقير نعم وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا هذا ذم أيضا هو ذم بما ذم بما يشبه المدح أنهم ضعاف ولا يحركون شيء ولا يجون شيء نعم لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا نعم ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا يكفي نقف عندها نعم قضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول ما القدر الأدنى من مسائل العقيدة التي يجب على المسلم أن يتعلمها وهل يكفي في تعليم العامة رسالة الثلاثة الأصول لما يتعلق بالمعتقد كل على قدر العوام أيضا أشياء بسيطة مبسطة سهلة وأما المتعلمون فلا يرتفع مستواهم فالناس يختلفون فيه مستوياتهم في التعليم كل يعلم بحسب ما يستطيع نعم قضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز أن يتسمى الشخص بعبد المؤمن إذا كان يقصد بالمؤمن الله جل وعلا ألا بس نعم لكن ما الذي يبين هذا موهم هذا موهم نعم قضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ما ينكره بعض أهل العلم من أن الله سبحانه لم ينفي التشبيه وإنما نفى المماثلة لأن التشبيه حاصل في أصل الصفة هذا كلام لا كلام لا مفهوم له فالتشبيه والتمثيل بمعنى واحد ليس بينهما فرق التشبيه هو التمثيل والتمثيل هو التشبيه لا فرق بينهما نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول هل الرشيد والهادي من أسماء الله سبحانه الحسنى من أسماءه الحسنى نعم ما أعرف هذا أسماء الله الحسنى تسعة وتسعين مئة إلا واحد نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا رجل في بلدنا يسمى بعبدي المتجلي فهل يجوز التسمي بهذا الإسم متجلي هو والله يعني لما تجلى ربه للجبل لكن هذا يعني لفظ قليل الاستعمال لا يسمى به لا يسمى به نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز الاستخارة في المناصد الدينية كالقضاء والإمامة والأذان ونحو ذلك نعم هذا أهم بالأمر ولم يتبين له يعني وجه لم يتبين له وجه المضي فيها والعدول عنه إنه يستخير نعم بكل شيء نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول والاستخارة في الأمور مبهمة أما الأمور الواضحة الأمور مثل الحج تستخير في الحج لا تستخير في الصلاة لا الأمور الواضحة لا تحتاج استخار إنما هو في الأمور المبهمة نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول إذا أراد الشخص أن يستخير الله عز وجل فهل لا بد أن يصلي مع الدعاء أو يكتفي بمجرد الدعاء دون صلاة لا مع الصلاة الرسول أرشد إلى هذا فليصلي ركعتين وليقل بعدهما كذا وكذا نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله وهذا يسأل حفظكم الله يقول دعاء الاستخارة فلي ركعتين من غير الفريضة كما في الحديث نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله وهذا يسأل يقول دعاء الاستخارة هل هو قبل السلام أو بعد السلام بعد السلام ليس قبل السلام بعد السلام نعم ثم يقول حفظك الله وإذا كان بعد السلام فهل يرفع يديه عند استخارته لا بأس لا بأس الأصل الأصل رفع اليدين في الدعاء إلا ما ورد أن الرسول دعاء ولم يرفع يديه نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله هذا سائل يقول وصف الله عز وجل بأنه قديم أو بأنه أزلي هل هذا وصف وارد هذا إخبار ما هو وصف هذا إخبار وليس وصفا تخبر عن الله بأنه قديم أزلي ما هو القديم فقط قديم أزلي لا بداية له سبحانه وتعالى نعم وكذلك حفظك الله يقول هل يصح نفيه ولكن الله سمى نفسه بالأول الرسول سمى الله جل وعلا بالأول أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء نعم وكذلك هذا للقديم قال الأول نعم وكذلك حفظك الله يسأل فيقول هل يجوز نفي الجسم عن الله عز وجل الجسم لا يثبت ولا ينفى لأنه ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة نعم فضيلة الشيخ خفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس في كل عمل يعمله يقوم بالاستخارة أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر ففي كل عمل ويكثر من هذا الاستخارة في الأمور المهمة أما الأمور البسيطة لا تحتاج الاستخارة نعم الأمور المهمة المبهمة اللي ما تدري وين الخير فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تفسير قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني معبود الإله معناه المعبود بحق وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي معبود في السماء ومعبود في الأرض سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله عز وجل أنه علم الأسماء علم آدم الأسماء كلها هل هذا التعليم ورد بأنه في لغة معينة كاللغة العربية مثلا لم يبين هذا في لغة فهمها آدم عليه السلام وهل تقول أن آدم تكلم العربية ما ندري نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الفلاسفة وعلم الفلسفة ما حكم تعلم هذا العلم وما معتقد أولئك لا يجوز تعلم الفلسفة لا يجوز تعلم الفلسفة الشريعة والحمد لله غني وكافي لا نحتاج إلى الفلسفة إلا من باب الرد على الفلاسفة إذا ترد عليهم بلابد أن تتعلم ما هي الفلسفة وما هي نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة نعم يعني الله أعلم أنا ما عندي يعني ما عندي معرفة لهذا الله إنما هو وارد وصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحضرني معناها الآن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم استفادة المسلم من الكتب التي تكتب حول تدبر القرآن وتدبر بعض آياته والتي بدأت تخرج في هذا العصر من أين خرجت خرجت من علماء أو خرجت من متعالمين ومتخرصين ينظر إلى رأي المؤلف من هو نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لأذان الجمعة الأول هل يتابع المؤذن في هذا الأذان نعم أذان شرعي من سنة الخلغاء الراشدين فيتابع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لصيام يوم عاشوراء وصيام يوم بعده يقول هل صحيح أن صيام هذا اليوم وهو يوم الحادي عشر هو أمر منكر لا هذا في الحديث صوم يوما قبله أو يوما بعده وفي رواية صوم يوما قبله ويوما بعده ولذلك قال ابن القيم رحمه الله إن الصيام عاشوراء على ثلاثة أنواع أكملها أن يصوم عاشوراء ويوما قبله بعده هذا أكمل الثاني أن يصوم يوما قبله الثالث وهو الأقل أن يصوم يوم عاشوراء فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول إذا قنت الإمام في الفجر كل يوم فهل نتابعه في هذا قنوط نعم تابعه نعم انتهى وفقك الله الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد